الهجمات الجديدة لتنظيم داعش الارهابي على المدن العراقية يتزامن مع أزمات سياسية واقتصادية عدة تعاني منها البلاد ما يولد انطباعا بوجود خطة محبكة لإعادة هيكلة هذا التنظيم من جديد بعد تجرعه مرارة الهزيمة في العام 2017 ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي أواخر العام الماضي ومع وقوع سلسلة هذه الهجمات انطلقت عملية عسكرية للقوات الأمنية بكافة صنوفها وبمشاركة الحجر الشعبي والعشائري والوكالات الاستخباراتية من منطقة الكيلو 160 على الطريق الدولي باتجاه خيب ضمن الأهداف المرسومة لتعقب الخلايا الإرهابية وتأمين المناطق الغربية للبلاد فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل خمسة إرهابيين بينهم الإرهابي أبو قصورة في الأنبار لجنة الأمن والدفاع النيابية رأت أن هجمات الداعش الأخيرة اعتمدت على تكتيك حرب العصابات أو الكر والفر وهذا مفهوم يتطلب فهم متغيرات الواقع الأمني على الأرض وسرعة ضرب الأهداف وتعزيز القدرات الدفاعية عدة وعددة آخرون حذروا من عودة سيناريو سقوط الموصل نتيجة عدم الاستفادة من الأخطاء السابقة وعدم معالجتها وضعف التعزيزات العسكرية في الوقت الذي أعاد التنظيم ترتيب أوراقه من جديد في ظل حالة الفوضى التي تعيشها البلاد ويبقى التساؤل الأهم هل ستتمكن الحكومة من دحر المخططات الإرهابية في ظل الأزمات الراهنة أم سيقع العراق ثريسة لداعش من جديد